استباقية أخرى ينفذها الجيش وتنجح في حماية اللبنانيين وفي توقيف الإرهابيين قبل أن يقدم على تنفيذ مخططاتهم في ترويع الآمنين وحصد أرواح الأبرياء هو مخيم النور للنزحين السوريين في عرسال والذي أراد الجيش تفتيشه فجرا وعندها أقدم انتحاري على تفجير نفسه بواسطة حزام الناسف أمام أحد الدوريات المداهمة ما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة وبحسب بيان عن مديرية التوجيه أنه في وقت لاحق أقدم ثلاثة انتحاريين آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين كما فجر الإرهابيون عبوة ناسفة فيما ضبطت قوى الجيش أربع عبوات ناسفة أخرى كانت معدى للتفجير عمل الخبير العسكري على تفجيرها فورا في أمكنتها وقد أشارت مديرية التوجيه لاحقا إلى أن أحد الانتحاريين قد أقدم على تفجير نفسه وسط أفراد عائلة نازحة ما أدى إلى وفاة فتاة تنتمي إلى العائلة وليس بعيدا عن مخيم النور وخلال قيام قوة أخرى من الجيش بعملية تفتيش في مخيم القارية للنازحين السوريين أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه بوسطة حزام الناسف من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين كما أقدم إرهابي آخر على رمي قنبلة يدوية باتجاه إحدى الدوريات ما أدى إلى إصابة أربعة عسكريين بجروحة طفيفة وتستمر وحدة الجيش بعمليات الدهم والتفتيش بحثا عن وجود إرهابيين آخرين وأسلحة ومتفجرات إلى ذلك أفدت الوكالة الوطنية للأعلام أن قوة الجيش التي نفذت عملية الدهم ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم باتصالهم بالمسلحين في الجرود مصادر غير رسمية ذكرت أن عدد الموقفين بلغت 337 موقوفا وسيتم إخلاء سبيل عدد كبير منهم بعد إجراء التحقيقات اللازمة كما شدت المصادر على أن الالتحاريين في شرق أرسال كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات إرهابية من سحل إلى بيروت وأن معطيات تحقيقات الأولية تشير إلى أن معظم موقفين مخيم القارية ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي وبينهم مسؤولون في التنظيم كما أكدت المصادر أن لا أنفاق وتحصينات في المخيمين وأن كل المضبوطات تم ضبطها فوق الأرض نفية العثور على عبوة كيمائية وقالت أن المعلومات التي تنقلتها وثائل أعلام عن عبوة كيميائية فهي ليست سوى مواد لتصنيع العبوات المتفجرة العادية